كل ناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يقول هو يوم ظهور الإمام الحجة ابن الحسن حجل الله فرجه الشريف لماذا ومن كان في هذه أعمى اسمعوني فهو في الآخر أعمى وأضل سبيلا يعني في حياة الدنيا يدعون يقول ليس يوم القيامة يقول معلمي هو عند الظهور الشريف عن قريم جدا ان شاء الله يقول هؤلاء ساداتكم وكبراءكم أضلوكم وهم عمي قتلونا وباركوا السقيفة وأخذوا ورثنا وأصبحوا سادات وأئمة بدون أمرنا إنهم لا يقومون لنا وزنا فما بال من اجتمع تحت السقيفة وأنكر الولاية واعتدى على فاطمة سيدتي ومولاتي وورثها يقول ما أشبه اليوم بالبارحة ولذلك هؤلاء الناس الآن ترون آل سعود وغيرهم يسارعون إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي وشعبهم هذا الشعب المنتهي الذي متشوق إلى الرقص والغناء لأنه لو كان بنيان إيمانهم على أساس التقوى لما فعلوا لما فعلوا بأنهم رضوا واستهانوا واستهانوا من الذل والخضوع لمحمد بن سلمان وغيره ولكنهم بنيانهم أسسوه على جرف نهار فنهار عليهم بإذن الله عن قريب يقول معلمي يقول معلمي والله إنا سنؤتي بالمستضعفين فوجا بعد فوج فننصرهم أليس الله بخير الصادقين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أليس الله بخير الصادقين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يقول لماذا لا تريدون أن تظهروا عليكم أو تشرقوا الشمس عليكم من جديد من يظن إن هذه الشمس المشرقة هي الشمس الحقيقية لقد أضل ضلالا وبغتانا ما بعده بغتان لأن كثير من الناس يولد أحمى وهو مبصر في قلبه وكثير منهم من يرى الشمس ومبصر وهو أحمى في قلبه يقول ما بالكم إن الدين إن الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور أما الذين هم عمي الذين أعمى الله قلوبهم وأصبحت قلوبهم إنجاز للسياسة السعودية يقول إن السعودي أشترى الأمريكي هذا إنجاز هذا حاصل على شهادة الدكتورة بأي دكتور بأي دكتور هذا حاصل على شهادة الذل لأنه أسياده يعطونه حتى ينطق بلسان حالهم وهذا الذي ينص عليه القول إن الشعراء يتبعهم الغاوون يقولون ما لا يفعلون نحن ليعلم الناس ليس إخباريين ولا عندنا علاقة مع الإخباريين بل نحن مع ولاية الفقه ليعلموا القاص والداني نحن نؤيدها رؤوسكم مرة بعد أخرى ولا يفرح بن محمد من سلمان بأن الشيطان أصبح في كفه والله إن الشيطان الذي أغر هامان وفرحون فقد هزمتهم عصات موسى ونحن اليوم عندنا الإمام الحجة سيكسر رؤوسهم إن شاء الله عن قريب وسندخلوا فاتحين مرة أخرى على الأطلاق لن نرى مسؤولا عراقيا إحنا إعلامنا مثل إعلام السوريين السوريين تكتل بيهم السعودية والأمارات ما يجيبون سيرتهم أبدا كأن القضية ما تعنيهم تدرون لي إيش حينما تكون المصلحة من تحت الطاولة ليخرب كل الجيران أنا ما أشتغل شغل المنافق هذا ثوب المنافق أما الرجل هو الذي لا ينافق يكون مقبلا غير مدبر ونحن إن شاء الله مقبلين غير مدبرين ولذلك نقول للناس هل يمكن المصالحة وأن تأمن غدر هؤلاء إلى شيطان مرعب وإترام هو الآن وسيلة لضرب إيران لضرب تسليم قطر إلى السعودية على القطرين أن يحفرون مواضع الآن لضرب الاقتصاد الصيني خل نشوف هذا الله يقول لي إمام الحجة هكذا تنهار الدول يقول المعلمي هكذا تنهار الدول إذا يعني إذا أراد الله لك قرية أمر مفترا فيها أن يرسدوا ولم نجد فاسدا ووضيحا مثل ترام على الإطلاق شكرا إلك دكتور معنا أتصال ألو السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا أنا خادم لكم أمروني تفضل ألو تفضلي ماما ألو السلام عليكم شكرا عمض علي وعليكم السلام أهلا وسهلا عمض علي أنا عند أمي باسم جاسم إبن قانيا إيه شو عنده؟ عنده ضقف دمسي وفراتات هذا أني بسيطات جدا 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 جد عمره؟ معاليته هو خمسين إيه يعني كل العمره إليه إن شاء الله بسيط جدا أنا خادم إليك أهلا وسهلا شكرا لأتصالك فريق العمل والشركة اللبنانية بتابع مشكلتك مشاهدينا فاصل مكفي حلقتنا مع الدكتور أبو علي الشيبان للتواصل مع الشركة اللبنانية العربية للبدائل العلاجية على الخطوط المجانية واتس أب على هذه الأرقاب تعلن الشركة اللبنانية العربية للبدائل العلاجية عن إمكانية التواصل مع الدكتور أبو علي الشيباني عبر الأنترنت بالصوت والصورة لكل من يرغب بالتواصل مع الدكتور أبو علي الشيباني عبر الهاتف أو سكايب أو الإيميل عليه الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بأبي علي الشيباني لا يستطيع أن يستمر في هذه السياسة محمد بن سلمان شوفي يقول خلاص معلمي يقول خلاص إجا الأمر الإله إن شاء الله عن قريب هناك حدث قوي جداً ما نريد نحكيه لأن قبل حتى من جنا نحكيه على الخلايا النائمة للداعش التكفيرية في السعودية يلقون القبض عليها يروحون يفتشون هم ينامون بس نحكيه يروحون في الزوم لأنهم تابعينه فهل مرة إحنا ما راح نحكيه يقول معلمي إن شاء الله الفرج جاي أكبر من ما تصورون بقوة هائلة وعلى اللسان آني العنوني إن لم يكن هذا دقيقاً جداً يقول إن هذا رجب كتب فيه فصلهم ونهايتهم دكتور منذ فترة ويتصدر محمد بن سلمان أخبار الديوان الملكي ولم نسمع صوتاً للملك هل ورث محمد بن سلمان أباه وهو حياً؟ لا هي شوفي السعودية مؤسسة أمريكية الآن المؤسسة الأمريكية الإسرائيلية خلاص هي صعدة على الحرش أصلاً هو بزمن كل آل سعود الملك لا حول له ولا قوة هو أدات بيد المخابرات الأمريكية والبريطانية الآن خلاص قال له لدوخر واجهوا صعدة ومكانة يعني ما تغير شيء ولكن إذا أراد الله شلون القضاء على الشاه هل كان يعلم الأمريكي وهو كان سيد الشرق الأوسط يهان وينهار حسن مبارك الليبي الذي أعطى كل شيء لأمريكا عن مفاعل شاهد ترامب إقالة ماكماستر وهو مستشار الأمن القومي ويعين جون بولتون خلفاً له وأنت قلت أنه وقع قرار إقالته وسيقيل كل من حوله دعنا نستمع دكتور لما أخبرت عن هذا الموضوع دكتور هناك صحف أمريكية تتحدث أن ترامب يعتزم إقالة مستشاره للأمن القومي ماكماستر والبيت الأبيض ينفي يعني هذا السناول دكتور أبو علي رأيناه سابقاً بل أقيله يقول معلمي وقع قراره ترامب وأقيله سيقول معلمي سيقيل كل من حوله حتى زوج ابنته عرشتون لأن ترامب أوكله الشيطانة لتدمير الكرة الأرضية إن شاء الله وضرب الروس والصين معاً لأنه تاجر من أجل أن يبقى التاجر الوحيد وهل سمعتم يوماً بفاجر وماسق يعني وماجن وفاجر وعنده إباحة النساء بشكل غير طبيعي يقود بلد دكتور عودت جون بولتون إلى ممارسة السياسة الأمريكية وهو الصهيون المتشدد الكاره للعرب والمسلمين واستعانة ترامب بمثل هذه نمازج وتغيير تشكيلات حكومته وكأنه يريد تحويل الحكومة الأمريكية إلى حكومة حرب هل هذه تندرج من ضمن الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران؟ إن لم يقم بضرب إيران يعلق على باب البيت الأبيض يقول معلمي أدكموا ثلاث مراحل تدعون الله أن لا يضرب إيران ونسأل الشيعة إن ما يسمى بالشيعة عليهم أن يتوجهون إلى الله في كل جمعة يدعون دعاء الفرج وبعدها يدعون لعدم ضرب إيران لأن إيران وقعت ضربتها خوش اللهم إني بلاغت اللهم إني بلاغت اللهم فشهت ولذلك أنا قلت من زمان رح يضربون إيران أساسه بإيران نايمين يتوقعون الغرب تمنع ضرب إيران هذا من عقلكم لما يشتغل لو عدكم عقل ما وقعتم على اتفاق النووي وهذه القنوات مالتكم الراقصة هاي القنوات اللي كانت تتبارك لكم على التوقيع النووي واحد يطلع إنجاز دخلة إيران للاتفاق النووي ايه عمده كافي كافي كذب على الناس كافي ادعوا الله إنهم آلين عدة ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول لازم يضرب إيران الاحتمال الثاني وهو أقل خطورة يضرب الروس والصين معا لتدمير العالم وهذا ما لا يحدث أبدا والثالث الثالث المهم يغير الدولار فيضرب العملة بالعالم بشكل كبير يسقط الاقتصاد العالمي قال الله له تلات خيارات يقول معلمي العنوني اللي لم يحدث واحد معدهم طبعا ذني المهمات كلش يقول تغيير العملة وضرب الصين وروسيا معا في ليلة واحدة وضرب ايران ثلاثة لازم واحدة من عدن الصين منها لتسعتاش يقول غير قابلا للنقاش يقول معلمي ازدحمت عليه الشياطين بشكل غير طبيعي واحد يقول لك ليش تنضر بايران الله يقدر يمنع الله يقدر يمنع الحسين ما ينشتل يقدر يمنع محمد ما ينسم يقدر يمنع علي ابن ابي طالب ما يخلي يموت وينظر بضرب ابن ملجم اشقى الاشقيا وين رايحين انتم هاي اقدار اذا اريدنا ان ندفعها بصدقة بدعاء لكن احنا اذا صرنا مستكبرين ولم ندعو الله ونستغفر الله الله راح يوقفها له يقول يلا ولذلك احنا مشكلتنا الآن مشكلة مشكلتنا مشكلة يقولوا لي لبنان لبنان اني يقول معلمي فيه حدث لا يعرفه يقول فيه العنون طبعا يقول حدث لا يعرفهم معلمي يعرفه لحيت عليه لحيت عليه ما يقبل يقول لي ولكن حدثا يدم القلوب انا ما اعرف حقيقة الامر قلت له لما حكت لابست رجلة ما يقبله يقول لي شو لانا اغبياء دولا غوغاء يابا انتفاضة عظيمة انتفاضة مرعبة وانتطعت فتوى قال له لا دولا غوغاء دولا جياء الله اكبر هذا الهرم العظيم ما يقل له واحد يقول له لانك طاغية كم انسان وقفه بوجه صدام وقال انك طاغية محمد باقر الصدر وقف هو ونور الهدى محمد صادق الصدر وقف فقال انك طاغية ولن يخيفون الطاق طلعوا شن علاقة بكم نعم نبتل عن سيئتي يوم ونرى الحوثيين يحتفلون بالنصر مستحيل ابدا لو الحوثيين سمعوا كلامي لا اعطيتهم شيء ولكن هم لا يريدون ان يسمعون شوفي من يجيك واحد طفل ولد يتصور انه عنده عبقرية يعني عنده عبقرية كبيرة اخسليدك ما يسمعك للاخير ما يسمعك للاخير لان عقل صغير هذا العقل صغير يتصور انه يفتهم الفهم مو لا بالزغور ولا بالكبر الفهم انه حينما يوعدك يرجع لك يستمع لك